المجلس البلدي الشمالي بشأن مخالفة مكب نفايات في منطقة بقوة على وجه الخصوص والمخالفين الآخرين بالعموم مطالبا الجهاز التنفيذي بتزويده بقائمة مأموري الضبط القضائي كما بحث المجلس مع ممثلي وزارة الأشغال خطة تصاميم خطوط الشبكة التصريف الأمطار الموجودة والبدائل في الحالات الطارئة مع الخطط المستقبلية للدائرة الرابعة وقرر رفع خطاب للجهاز التنفيذي بتنفيذ توصية المجلس بشأن توفير مفتشين ضافة بمبنى بلدية مدينة حمد دوار 17 ومبنى بلدية البداية وأوصل مجلس بالتأكيد على تنفيذ مخرجات الزيارة لموقع تجمع الأمطار في مدينة حمد بمجمع 1215 وكذلك عمل ممشى في الدائرة الحادية عشر كما وافق المجلس على تخصيص عقار مقترح لإنشاء سوق دمستان الشعبي بدلا من أرض سوق الشعبي الحالي ترجمة نانسي قنقر